موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي أهلا بكم أكد الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة أن مجموعات الحجر الميليشيوي والمرتزق الإرهابيين السوريين تكبدوا خسائر فادحة في محاول قتال المختلفة في العاصمة وأوضح الإعلام الحربي أنهم تراجعوا تحت وقع ضربات القوات المسلحة ليتركوا العديد من الجنغ المتفحمة وراءهم فضلا عن العشرات من العربات والآليات العسكرية المدمرة وأوضح الإعلام الحربي أن الميليشيات والإرهابيين فروا من مواقعهم بعد ضربات الجيش الوطني وأنهم انسحبوا رغم كل الدعم المقدم من النظام التركي لهم تمكنت القوات المسلحة من القضاء على عدد من العناصر الميليشيوية من بينها قيادات من مدينة الزاوية خلال كمين محكم في محاور العاصمة وقالت مصادر محلية أن من بين القيادات التي تم التعرف على جثتهم في هذه المعارك حمد الفرغلي القيادية فيما يعرف بغرفة ثوار الزاوية ومعاد شكال القياد بسرية السلعة وعادل راشد وربيع جموم عنصرين منتميين لميليشيات القدم وأعلنت مستشفيات الزاوية والعاصمة عن حاجتها للتبرع بالدم بعد معارك محور المطار وتتحفظ وحدة الجيش الوطني على عشرات الجثث من ميليشيات الزاوية والمرتزقة أكد موقع إيتاميل رادار الإيطالي أن طائرة من نوع بوينغ E7T التابعة للقوات الجوية التركية غادرت من قاعدة كونيا الجوية في مهمة استخبارات ومراقبة واستطلاع في وسط البحر الأبيض المتوسط بين مالطة ومسرتة وقال الموقع وصلت الطائرة إلى المنطقة حوالي الساعة الحادية عشر ومزالت المهمة جارية آخر مرة قمنا فيها بتتبع الطائرة وهي تقوم بنفس المهمة في نفس المنطقة كانت قبل يومين أفعدت صحيفة يونانية أن ستفرقاطات تابعة للبحرية التركية ونقلة نفط مرصدها بين جزيرة كريت اليونانية وليبيا في منطقة مخصصة للتدريبات البحرية وقالت الصحيفة بحسب موقع أحوال التركي الذي نقل الخبر قالت أن عدد السفن العسكرية التركية في المنطقة يتجاوز سفن الاتحاد الأوروبي التي تشارك في عملية إيريني قبل تسواحل ليبيا في إشارة إلى عملية بحرية أوروبية لفرض حضر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة أكدت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا أفريكم أن ما أثير حول إرسال قوات عسكرية إلى تونس غير صحيح وأن لواء المساعدة الأمريكي للقوات الأمنية التونسية مقصود به وحدة تدريب صغيرة وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية وليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حوار أفريكم ووزارة الدفاع التونسي المستمر حول الاحتياجات المحتملة والبحث الدائم عن مقاربات وطرق جديدة للشراكة وكانت ويكالات رويترز نشرت خبرا مفاده أن الولايات المتحدة تبحث استخدام إحدى أولوياتها للمساعدة الأمنية في تونس وصى مقاوفة بشأن نشاط روسي في ليبيا وفق تعبيرها وللمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة كما يمكنكم متابعة البطل حي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة